ده بيؤكد يا بسانت كلامك انه مش هيكون فيه فجوة خلاص ما بين سوق العمل وما بين اللي احنا بندرسه لان احنا كنا دايما بنشتكي احنا بندرس حاجات في الجامعات واول ما بنتخرج بنلاقي سوق العمل مش محتاج الكلام ده دلوقتي احنا عندنا مشروعات قومية تكنولوجية جديدة فاحتاجنا اقسام جديدة تكون موجودة في الجامعات سواء الجامعات الحكومية او الجامعات الاهلية اللي بسانت اتكلمت عنها فبقى فيه اقسام جديدة بتخرج منتج اني قدر نسميه منتج لانه الخريج ده بيكون مؤهل للعمل في سوق العمل الجديد بصراحة الجامعات المصرية في الست سنين اللي فاتوا حققت نقلة كبيرة جدا في التصنيفات العالمية ودخل عدد كبير منها بالمناسبة في هذه التصنيفات واللي ظهر تأثيره طبعا في عدد كبير من الملفات هل او ايه ليزبط صحة كلامي انه الطلاب الوافدين وصلوا ل 87 الف طالب في سنة 2020 بزيادة قدرها 65 الف طالب عن سنة 2014 ده غير طبعا زيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي ل 65 مليار جميع مش بس كده تم كمان ادراج 16 جامعة مصرية بمراكز متقدمة ضمن اعلى 500 جامعة عالميا في 16 تخصص بحسب طبعا تصنيف شنجهاي الصيني للتخصصات لعام 2020 واللي بيانت تميز 16 الجامعة المصرية من حيث جودة الابحاث المنشورة في افضل المجلات المتخصصة عالميا نروح مثلا جامعة المنصورة حصرت على ترتيب متميز للغاية بين الجامعات على مستوى العالم وده في تصنيف مجلة تايمز البريطانية للجامعات في الاقتصاديات النشئة في النص الاول من عام 2021 وهي الجامعة المصرية الوحيدة بالمناسبة في الترتيب العالمي ضمن افضل 100 جامعة على مستوى العالم احتلت الترتيب رقم 94 لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ الجامعات المصرية وكمان احتلت الجامعة يمكن المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي نيجي دلوقتي نتكلم عن الجامعات الاهلية دلوقتي احنا اتكلمنا عن الجامعات الحكومية وتطوير الجامعات الحكومية والاخصام الموجودة فيها والمراكز او التصنيفات اللي حصلت عليها هنتكلم دلوقتي مع حضراتكو عن الجامعات الاهلية الأهلية اللي يمكن بسانت اتكلمت عنها في البداية عندنا أربع جامعات أهلية جامعة الملك سلمان الدولية بفروها الثلاثة جامعة الجلالة العالمين وجامعة المنصورة الجديدة إيه هي الجامعات الأهلية دي هي جامعات غير هادفة للربح بل بالضخ كل اللي بتكسبه من مصروفات دراسية في التطوير على مناهجها ومبانيها وكل ما لاهو علاقة بأي وسيلة من وسائل من شأنها نية ترقل العملية التعليمية كمان الجامعات التكنولوجية عندنا مثلا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اللي موجودة في برج العرب واللي بتقوم بتدريس النموذج الياباني في التعليم اللي بيتم تطبيقه وبتطبقه الجامعة واللي بيدعم قدرة الطلاب على الابتكار والإبداع وكمان تنمية العمل الجماعي وسقلهم بالخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات سوء العمل الدولي كمان الجامعة المصرية اليابانية بتوفر للطلاب فرصة التدريب الصيفي في أكبر الشركات العالمية في اليابان وبتوفر لهم كمان فرص لقضاء عام دراسي كامل في إحدى الجامعات اليابانية ده طبعا من خلال مبادرة التعليم المصري الياباني بالمناسبة وما فيش شك أن الجامعات الجديدة بتقدم برامج دراسية بتخدم الصناعات المعدنية الخشبية الهندسية الالكترونية والكهربائية كمان والعديد من الصناعات زي صناعات الغزد والنسيج والصناعات الغزائية الصناعات التحولية والورق ومنتجاته والطباعة والنشر الكيمويات مواد البناء والخزف الحراريات كل دي حاجات بتخدمها طبعا الأقسام الجديدة اللي عاوز أقوله أن الجامعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كبير منه طبعا حققت طفرة كبيرة وطفرة هيلة جدا يا بسانت في مجال الخدمات المقدمة لتنمية وخدمة المجتمع المصري وعندي مثال صغير كده أكيد حضراتكم فاكرينه فاكرين مشروع اشتراطات البناء الموحد ودور الجامعات في إصدار ترخيص اشتراطات البناء عشان يكون دورها تطبيق ضوابط العمران المصري ده لأن الجامعات المصرية عندها إمكانيات وعندها خبرات كبيرة جدا من القوة البشرية والقدرات العلمية كمان والمعملية اللي بتؤهلها للإنخراط الجيد في تنمية وخدمة المجتمع المصري بالمناسبة طبعا ده بكل تأكيد بيعتبر بمثابة وسام لهذه الجامعات طبعا هنا النهاردة يكون معنا تفاصيل كتيرة جدا هتهموكوا طبعا هنتكلم فيها عن التعليم العالي في مصر مستقبل التعليم مستقبل الجامعات كل التفاصيل دي هتهم أولياء الأمور هتهم الشباب اللي خلصوا سنوية عامة وللسه كمان هيدخلوا عشان عايزين يعرفوا بكرة في ايه صبح على حضراتكم مرة تانية وصبح الخير يا مصر